شكرا لعشرة تلاف وربعمية مشترك في الفيديو ده هنعمل اثبات السحب الواحد وعشرين لموقع الموقع الروسي اللي تكلمنا عليه وعملنا عليه اكتر من اثبات سحب وقلنا ان الموقع ده نقدر نستفاد منه عن طريق الاستثمار كمان تقدر تروج للموقع وتكسب من البونس بيبقى من ستين روبل لخمساشر الف روبل على حسب جودة الفيديو على حسب نسبة المشاهدة وبالتأكد وعلى حسب الناس اللي مسجلة معاكم المستثمارة معاك في الموقع هنعمل اثبات سحب بميتين خمسة وعشرين روبل وهنعمل اداع تاني بمية روبل زي ما هنا شايفين دي اجمال الاستثمار في الحساب بتاعي 1400 وهنا اجمال السعبات 4528.74 روبل. هنضغط على كلمة اسحب من هنا وهنروح على محافظة البير زي ما هنا شايفين هنروح على كلمة من هنا. ودي اخر الادعاد في حساب بتاع على الموقع وهنكتب هنا هما بقوا متين ستة وعشرين روبل. هنسحب ال 26 روبل. هنكتب هنا الكمية. متين ستة وعشرين. وهنضغط لكن مت سحب. زي ما هنا شايفين تم اثبات السحبة متين ستة وعشرين هنروح على المحفظة. هنعمل رفريش المحفظة هنلاقي هنا السحب وصل متين ستة وعشرين روبل. هنروح على الاداع وهنودع الميت روبل. هنا هنختار الخطة الاولى. هنا هنختار المحفظة الباير وهنكتب هنا الميت روبل. وهنضغط على كلمة ارسال. بعد كده هنضغط على كلمة اذاع. هيوجهنا هنا لمحفظة الباير هنضغط على عملة روبل وهنضغط على كلمة كونفيرم. زي ما هنا شايفين هو بيحاولني على رسيد حسابي في محفظة الباير. تمام بختار هنا عملة روبل واضغط على كلمة كونفيرم من هنا. زي ما هنا شايفين تم اداع الميت روبل على الحساب بتاعي في موقع كامباني. زي ما هنا شايفين. الادعاء بقت الف وخمسمية روبل. وزي ما انا قلت لكم في بداية الفيديو انك تقدر تستفاد من الموقع عن طريق الترويج. ليه? بتضغط على كلمة من هنا. بتبدأ تروج للموقع وتسوق للموقع. بننزل هنا تحت كده. بنشوف هنا الفيديوهات ده الفيديوهات بتاعتي اللي هي بتاعت البونس. زي ما هنا دي الصعوبات البونس. كلها ده اخر ساحب بونس. بتاريخ اتنين وعشرين ستة بقيمة اربعة واربعين روبل. انت بتعمله على قناتك على اليوتيوب وبتدي له اللينك هنا. هو لما بترسله اللينك بيبدأ يراجع الريفيو. بيديك بونس من سيتين روبل لخمسة وشر الف روبل على حسب نسبة المشاهدة وعلى حسب الناس اللي مستثمرة معاك ومسجلة معاك في الموقع. موقع من المواقع اللي احنا نقدر نستفاد من عن طريق الاستثمار والترويج. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.